أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية وحوار ونصدف في هذه الحلقة المدير العام لدائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية سيد علي أبو هلال ونناقش معه دورة منظمة التحرير الفلسطينية في ربط الفلسطينيين في الخارج بقضيتهم وتوحيد جهودهم سيد علي أبو هلال نرحب بك في هذه القضية بداية دائرة المغتربين في منظمة التحرير ما هي مهمة هذه الدائرة وما هي علاقة هذه الدائرة بالجاليات الفلسطينية في الخارج دائرة شؤون المغتربين هي إحدى الدوائر التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ويرأسها رئيس عضو اللجنة التنفيذية الأخ تيسير خالد أسست بقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة وبموجب مرسوم رئاسي ومهمة هذه الدائرة هي الاهتمام بالجليات الفلسطينية في الخارج ومتابعة أوضاعهم وشؤونهم وتطوير دورهم في القضية الوطنية الفلسطينية يعني هدف عريض وجميل ولكن في التنفيذ ما الذي قامت به دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تحقيق هذا الهدف نعم نحن في الدائرة نقوم باستمرار بزيارات وجولات للجاليات الفلسطينية بالخارج ونحث هذه الجاليات على تنظيم وتأطير صفوف الجاليات في اتحادات ومؤسسات وأطر جماهيرية ومؤسسات مختلفة لتنظيم شؤون هذه الجاليات للاهتمام بقضاياهم الحياتية أولا في بلدان الإقامة والمهجر ومن أجل أيضا تطوير دورهم في دعم القضية الوطنية الفلسطينية ودعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني في داخل الوطن ما هو حيز السياسي والثقافي في عمل دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطيني؟ يعني عند اختلاف الأجندات السياسية دائرة المغتربين الفلسطينيين مع من تقف؟ نحن نقف مع كل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتماءاته السياسية والتنظيمية والأيدولوجية والفكرية نحن مهمتنا في دائرة الشؤون المغتربين التوجه لكل الجاليات الفلسطينية والتعاون معها من أجل تحقيق هدف أساسي وهو بناء جسور التواصل بين الجاليات الفلسطينية والوطن والشعب الفلسطيني باتجاه دعم صمود شعبنا في الداخل وباتجاه المشاركة وإسناد نضالنا الوطني من أجل تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني هل لدائرة المغتربين رؤية بدور أنت قلت الدائرة تعنى أيضا بأن تفعل دور المغتربين الفلسطينيين في بلدانهم هل لها رؤية عن كيف يمكن أن لا يؤثر هذا الدور على عدم ربط الفلسطينيين بقضيتهم وخاصة قضية العودة وعودة اللاجئين الفلسطينيين نحن نعتقد أن الجاليات الفلسطينية في الخارج هم ملزمون في بلدان الإقامة بالقانون المحلي بمعنى أنه لا نستطيع أن نفرض نحن في دائرة شعب المغتربين في منظمة التحرير قانون خاص لتنظيم شعون الجاليات الفلسطينية في الخارج وإنما هم يقضعون لقانون الدول التي يقيمون فيها وبالتالي هذا القانون يتيح المجال لهذه الجاليات من أجل تنظيم نفسها وتأطير جهودها سواء في المجالات التقافية في المجالات الاجتماعية في مجالات السياسية أيضا وممكن من خلال هذه الأطر والمؤسسات التي تبنى في إطار الجاليات الفلسطينية أن تنشط وتفعل الجاليات الفلسطينية لخدمة قضاياها الحياتية اليومية أولا وكمان للتواصل مع شعبنا وقضيتها الوطنية ثانية طيب يعني دائرة المغتربين من المعروف بأنها هي أصلا موجودة قبل السلطة الفلسطينية كيف أثر إنشاء السلطة الفلسطينية على دور دائرة المغتربين وعلى عملها لا في الواقع أن دائرة المغتربين تأسست بعد السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديدا في عام 2007 ونتيجة الشعور أنا اللي أذكره أن هناك دائرة أيضا في منظمة التحرير الفلسطينية ترنى بالبعثات والفلسطينيين ومن خلال هذه الدائرة أيضا أنا أذكر في عام 1996 تقدمت بطلب لتصديق شهاداتي وأرسالها إلى الخارج ربما تقصد وزارة الخارجية الفلسطينية يعني في منظمة التحرير قبل السلطة لم يكن هناك دائرة تعنى بشؤون المغتربين كان هناك دائرة ولا تزال موجودة هي دائرة شؤون اللاجئين ودائرة شؤون اللاجئين تهتم بقضايا شعبنا في المخيمات الفلسطينية في دول الطوق ولا تمتد عملها وامتدادها إلى الجاليات الفلسطينية في أوروبا وأمريكا والدول الأجنبية طيب إذن هذه الدائرة هل هي موازية لعمل السلطة الفلسطينية؟ فإذا كانت السلطة الفلسطينية هي الآن أسست لإدارة شؤون الفلسطينيين داخل الضفة وقطاع غزة فما علاقتها بشؤون الفلسطينيين في الخارج؟ السلطة الوطنية الفلسطينية مهمتها بالأساس داخل الأرض المحتلة وبالتالي ليس هناك أي جهة داخل السلطة تتابع وترعى شؤون الجاليات الفلسطينية في الخارج نحن نعتقد وأنت تعرف أيضا أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الخارج فهي الممثل الشعب الوحيد للشعب الفلسطيني بكل أماكن تواجده وتجمعاته الفلسطينية وكان من الطبيعي جدا أن تنشأ دائرة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية للاهتمام بالجاليات الفلسطينية في الخارج لأنه ليس هناك أي هيئة تتابع هذا الموضوع هناك اختلاف فلسطيني على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج كيف تنظرون لهذا الاختلاف؟ طبعا هذا الاختلاف قائم وموجود وبالتالي نحن نسعى إلى إيجاد رؤية موحدة لكل تجمعات الشعب الفلسطيني لكل اتجاهاته السياسية من خلال الحوار الديمقراطي للوصول إلى أن تستوعب منظمة التحرير الفلسطينية كل الاتجاهات وكل الأطر الوطنية والإسلامية وغيرها ولكن هناك من يقول كيف يمكن أن تستوعب هذه الأطر إذا كانت تنحاز لطرف واحد على اعتبار بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي بألوان واحدة هي ألوان التنظيمات الفلسطينية التي تنضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية والجاليات الفلسطينية الموجودة في الخارج في كثير من إداراتها ورئاساتها هي أيضا قادتها ينتمون إلى لون فصائل تنظيم واحد كيف يمكن إذن أن تستوعب دائرة المغتربين كل الفلسطينيين الموجودين في الخارج إذا كانت هي تنتمي لفصيل فلسطيني واحد في معظمها نحن لا نعطي الشرعية لأحد في إطار الجاليات الفلسطينية يعني ليس مهمة الدائرة أن تقول أن هذا الاتحاد الذي يتبع لهذا الفصيل أو ذاك هو شرعي وذاك الاتحاد غير شرعي نحن نتعامل مع كل الشعب الفلسطيني بدون التوقف أمام أن يكون هذه الجالية تابعة مثلا لحماس أو لفتح أو للجبهة الديمقراطية أو للجبهة الشعبية وغيرها نحن نتوجه للفلسطينيين كفلسطينيين بصورة عامة ونتعاون مع الجميع في هذا الاتجاه ونسعى من أجل أن يكون هناك تمثيل لكل الجاليات الفلسطينية لكل التنظيمات الفلسطينية في إطار منظمة التحريف الفلسطينية ولكن هناك مشكلة حقيقية سيد علي أبو بيال بأن جزء من أبناء الشعب الفلسطيني الموجودون في الخارج ينظرون إلى الجاليات الفلسطينية وإلى السفارات الفلسطينية بأنها لا تمثلهم هذا موجود قائم ولكن إذا تم تفعيل دور منظمة التحرير ودائر الشعب المؤتربين باتجاه العمل والتنصيق مع كل الجاليات الفلسطينية ربما هذه النظرة تنتهي وفي نفس الوقت نحن نسعى من أجل توحيد كل الشعب الفلسطيني وكل الفصائل الوطنية في إطار واحد وهو منظمة التحرير وهناك اتفاقات تمت سواء في القاهرة أو في الدوحة من أجل تنظيم كل الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية إلى أين وصلت هذه الاتفاقات؟ هذه الاتفاقات حتى الآن حسب رأي كثير من المراقبين حبر على ورق ربما تعترضها عقبات كبيرة في هذا المجال ولكن أعتقد أن الجهد الوطني المخلص الفلسطيني يجب أن يتواصل بغض النظر من أي كان مصدره سواء من القوى خارج إطار منظمة التحرير أو في داخل منظمة التحرير من أجل أن يكون هناك وحدة حقيقية تجمعها صيغة تنظيمية واضحة وهي منظمة التحرير الفلسطينية ما هي العلاقة بينكم وبين السفرات الفلسطينية في الخارج؟ وهل السفرات الفلسطينية تمثل دائرة المغتربين أو العكس؟ السفرات الفلسطينية تقوم بعمل له علاقة بالطابع القنصلي بالعمل القنصلي بمتابعة أوضاع القانونية والإقامة والمسائل الفنية الأخرى في هذا المجال ونحن ننصق معهم في هذا الموضوع ولكن كل ما له علاقة بتفعيل دور الجاليات وتأطيرها وتنظيمها وربطها بالوطن وبهموم الوطن وبقضايا الوطن نحن نقوم بهذه المهمة وفيه هناك تكامل في هذا المجال هناك من يطالب إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلتها لكي تشمل الأطراف الفلسطينية الفصائل الفلسطينية الغير المنضوية لها هناك أيضا اتفاقات في هذا الشأن في دائرة المغتربين ما هو جانب الإصلاح الذي كمدير عام لهذه الدائرة تعتقد بأن هناك خلل ويجب أن يتم إصلاحه نعم هناك خلل نحن نعترف بأن هناك خلل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وهذا الموضوع ليس سرا وينبغي العمل من أجل تطوير العمل داخل منظمة التحرير الفلسطينية أولا باتجاه استعاب كل الشعب الفلسطيني استعاب كل الفصائل الوطنية هذا من جهة ومن جهة ثانية نحن نرى أن الانتخابات هي الشكل الرئيسي الذي يمكن أن يساهم في تطوير وإصلاح ودمقراطة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية فنحن نحث ونؤكد على أن منظمة التحرير يجب أن يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني أن ينتخب في الداخل والخارج وأن تمثل فيه كل القوى وأن ينتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية موحدة للشعب هل لديكم رؤية عن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج؟ وكيف يمكن أن تتم؟ هل هناك تصور في دائرة المتربين لذلك؟ هناك لجنة تم تشكيلها في إطار المجلس الوطني الفلسطيني لجنة قانونية من أجل إعداد قانون للانتخابات للمجلس الوطني ولا تزال هذه اللجنة تقوم بعملها وهناك اتفاق القاهرة واتفاق الدوحة الذي عقد بين حركة فتح وحركة حماس تم الاتفاق على ضرورة إجراء الانتخابات لمنظمة التحرير الفلسطيني وفي القانون متفق عليه وبالتالي هناك صورة وصيغة متفق عليها ونحن نسعى من أجل تحقيق وتنفيذ هذا الاتفاق الذي جرى على الأرض فنيا ما الذي يمكن أن تقدم دائرة المغتربين في هذا الشأن من أجل تسهيل إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الخارج؟ نحن سنحث الجاليات الفلسطينية في كل دول العالم بالمشاركة في هذه الاتفاقات وبالصيغ الذي يمكن الاتفاق عليها في إطار اللجنة القانونية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي هذه المسألة معقدة لأن تخضع لقوانين مختلفة بين دولة وأخرى ولكن نحن مع تمثيل كافة تجمعات الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير سواء في بلدان اللجوء في المخيمات أو في الجاليات الفلسطينية في الخارج ما هو التأثير التدخل السياسي والتقني في عمل دائرة المقتربين الفلسطينيين؟ هل دائرة المقتربين ببساطة دائرة سياسية أم دائرة تقنية فنية تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا؟ أو الفلسطينيين حتى بلهم؟ أنا كما ذكرت سابقا نحن نتوجه لك شعب الفلسطيني كافة دون تمييز بين أن يكون هذا في إطار تنظيمي أو في إطار فصائلي وبالتالي مهمتنا بالأساس هي التوجه للجاليات الفلسطينية بغض النظر عن لونها السياسي والتنظيمي ونسعى من أجل التعاون مع هذه الجاليات لخدمة القضية الوطنية ولخدمة الحقوق والبرنامج الوطني العريض العام المتفق عليه على مستوى الشعب الفلسطيني وعلى مستوى الفصائل الوطنية والإسلامية ولكن لماذا تغيب أنشطة التيارات الفلسطينية الأخرى غير الجاليات الفلسطينية في نشرات دائرة شؤون المغتربين أنا تصفحت نشرة المغتربين الفلسطينيين الموجودة على موقع دائرة شؤون المغتربين هناك أنشطة كبيرة للجاليات الفلسطينية التي لا تنتمي إلى لون سياسي مرتبط بالسفرات الفلسطينية أو الجاليات الفلسطينية بالتصنيف الإداري والفني ولكنها غير مذكورة يعني ربما هذه المسألة ليست مقصودة من قبل دائرة شؤون المغتربين نحن ننشر أي أخبار وأي نشاطات تصل للدائرة بغض النظر عن الجهة التي قامت بهذا النشاط وبالتالي نحن نرحب بأي خبر ممكن يصلنا ونحن نرسل النشرة دون تنميز في هذا المجال يعني بكل وضوح السيد علي أبو هلال يعني هناك حالة انقسام فلسطيني نتمنى أن تنتهي هناك الآن ربما خارطة الطريق ولكنها متعثرة اتفاق على الورق ولكنه لم ينفذ على الأرض أنتم في دائرة المغتربين هل تحاولون من طرفكم وبعدم انتظار ربما قيادة منظمة التحريح والساسة حتى يتفقوا بمد جسور لكل الأطراف الفلسطينية الموجودة في الخارج من أجل توحيدها أو العمل على أعرض برنامج يتفق عليه الجميع بدون انتظار أن تتفق الفصائل الفلسطينية دعم نعم هذا بالدبط هو هدف من أهداف زيارتي للجاليات الفلسطينية نحن نحاول أن نلتقي مع كل أطر الجاليات وكل اتحاداتها من أجل توحيد وتنسيق جهودها بشكل مشترك وإذا لم يكن من الممكن أن نتفق على توحيد لكل أطر الجاليات بغض النظر عن اختلافاتها السياسية والتنظيمة الفكرية على الأقل ممكن أن نبدأ في البداية بإيجاد أطر تنسيق والجان تنسيق بين مجموع هذه الجاليات والأطر على أمل أن نتوصل في المستقبل وإن شاء الله لا يكون بعيد إلى توحيد كل أطر الجاليات في هذا الاتجاه كما نسعى وندفع باتجاه استعادة وحدة منظمة التحرير واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ما هي رؤيتكم لدور الفلسطينيين الموجودين في الخارج وخاصة في أوروبا نتحدث هنا عن أوروبا في دعم القضية الفلسطينية بالتأكيد الجاليات الفلسطينية دور هام جدا جدا في دول أوروبا وفي غيرها من الدول باتجاه استنهاد حركة التضامن والإسناد الحقيقي من قبل هذه الشعوب وإن أمكن هذه الدول لصالح نضالنا الوطني الفلسطيني ونحن نقدر باعتزاز وفخر كل المبادرات القائمة لدعم وإسناد نضال شعبنا سواء على صعيد وفود التضامن أو أشكال الدعم المادي والمعنوي والسياسي التي بدأت منذ فترة طويلة ولا تزال مستمرة ونحن نسعى من أجل تطوير هذا الدور فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الجاليات الفلسطينية وبين مجتمعات التي تقيم فيها نحن نسعى إلى تطوير العلاقة من الجاليات الفلسطينية والأحزاب وحركات التضامن الأجنبية وكذلك البرلمانات والحكومات الممكنة التي ممكن أن تعمل لصالح دعم نضالنا الوطني أنت صححت لي أن دائرة المغتربين أسست بعد السلطة الفلسطينية ما هو شكل العلاقة بين دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؟ هي نفس العلاقة القائمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية نحن نعتقد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية العليا والأساسية والقانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية بمعنى أننا ننصق ويكون هناك عمل متناسق بيننا وبين مثلا وزارات الخارجية بيننا وبين الكثير من الوزارات التي لها علاقة واختصاصات يعني باختصار هل هذا يعني بأن علاقتكم مع حماس والجهاد الإسلامي مثلا مقطوعة؟ ليست مقطوعة ولكنها ربما تحتاج لتطوير وتفعيل ونحن في هذا الاتجاه ليس لدينا مشكلة في إطار دائرة شئو المتنمين ما هي رؤيتكم من طرفكم؟ حتى وإن قلنا مثلا حماس والجهاد لا يريدون أن يكون في منظمة التحرير الفلسطينية على حالها؟ نحن في التعامل مع الجاليات ليس لدينا مشكلة في التعاطي مع الاتحاد بغض النظر عن كان لونه السياسي والتنظيمي والأيدولوجي لأننا نعتبر أن كل الجاليات الفلسطينية مجزع من الشعب الفلسطيني وعلى الشعب الفلسطيني بغض النظر عن اختلافاته السياسي والفكري أن يتوحد في سبيل دعم قضيته الوطنية والسياسية المدير العام لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطيني الأستاذ علي أبو هلال شكرا جزيلا لك كما أشكركم عزيزي المشاهدين في ختام هذه الحلقة من قضية وحوار أترككم في أمان الله شكرا جزيلا 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 اشتركوا في القناة